ينفذ جهاز حماية المستهلك حمالات موسعة رقابية وضبطية لمتابعة المحلات التجارية والمصانع غير المرخصة كما يقوم الجهاز أيضاً بالتحقيق من أجل جودة المنتجات المطروحة في الأسواق حمالات موسعة رقابية وضبطية يقوم بها جهاز حماية المستهلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 ولمتابعة المحلات التجارية والمصانع غير المرخصة فضلاً عن التحقق من جودة المنتجات المطروحة في الأسواق النهاردة موجودين على نشاط سوبر ماركت ويدامش النشاط الوحيد يعني اللي خاص بالرقابة لأن دور جهاز حماية المستهلك الرقابة تفتيش على أي نشاط تجاري بقدم خدمة أو ببيع سلعة للمستهلكين النهاردة في السوبر ماركت بنراجع على مدى الانتزام بالإعلان عن الأسعار بنراجع على الفواتير الخاصة بالمنتجات وبنشوف سعر بيع المستهلك الموجود في الفاتورة وبنتقرنه بالسعر المعروضة به السلعة للمستهلك عشان ما يكونش فيه بيع بأزيد من السعر المستهلكي تحركات جهاز حماية المستهلك استهدفت محلات وأسواق للمنتجات الاستراتيجية من مواد غذائية ومنزلية وأدوات الغسيل وكان للمخابز نصيب كبير من التفتيش وضبط الأوزان والأسعار بناء على توجهات الدولة المصرية وقرار رئيسة مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق متابعة المخابز السياحية في الأوزان وفي الأسعار في الدقيق اللي موجود داخل المكان هل هو الدقيق استخراج 72% دقيق سياحي ولا هل هو حاجة تاني بيتم متابعة المخبز هل هو واضع لوحة بالإعلان عن الأسعار والأوزان بشكل يساهل على المواطن المصري معرفة هو بياخد إيه لحفظ حقوق المواطن المصري بشكل عام وبشكل صريح بالإضافة للحملات المتنوعة عمل الجهاز على تطوير أدوات استقباله للشكاوة فبعد أن كان يتلقاها على الخطوط الهواتف الرئيسية فقط عمل على تطوير أجهزة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنيين التعامل السهل والسريع لإيصال شكواه مجودات وتحركات لا تتوقف من جهاز حماية المستهلك بتوجهات من القيادة السياسية والحكومة التي عزمت على الاستمرار في مكافحة كافة الجرائم التي تضر بأمن وسلامة وصحة وحقوق المستهلكين كريم بيبرس التلفزيون المصري